صعب كل لاعب مختلف لازم يكون بالمنتخب؟ لا اطلاقا او كل لاعب يلعب بدرجة اولى او بدور محترف يعني لازم يكون بالمنتخب شوف خلي الاني صار تقريبا هاي الاسبوع الثالث بالعراق حضرت يعني مباريات حضرت الدور الممتاز شفت مباريات اجيح على هذا يعني السؤال حضورك وهي لكن جاوبني كل لاعب يكون متواجد بالمنتخب؟ لا 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 ابدا لا ابدا لا يعني انت هسا لعديتهم وبحدهم منتخب مستحقون يا اخي يستحقون توازم المنتخب زي اللي عندنا احنا المان يمسوين دوري عراقي ودوري ممتاز ليش ليش الجزائر المبطوط على سابعة مختلفين لا يجول لا محترفين سابعة وثمان لا محترفين كل بلد يحتاج هذا الشيء مو معنى هو ظروف البلد اطلتها يطلع خارج العراق بس هو عراقي بين عراقي بين عراقي انا ما اقصد على عراقيته عذرا اقصد على المستوى هيتش مستوى فارق عن اللاعب المحلي نتناقش بها الموضوع حسوة غير محور نتناقش بها انا شفت اللاعب المغترب يا اخي خلنكون مقارنة بسيطة كل اشي نسوي هسا انا شفت الملاعب من جهة البغداد من جهة البغداد حضرت لعبة القاسم وطالبة اعتقد بالملعب الشعب حضرت لعبة كرخ وماء النجف وماء كرخ وماء النجف ولكرخ يعني مهما كان مستوى اللاعب فنيا ما يقدر يعطي بيش ملاعب يعني انا اقول انا اقول هاي يعني اعتقد هاي حقيقة لازم الاتحاد ينظر له انه النادي اللي ما يملك ملعب كامل مواصفات ما اخلي يشترك ما عدنا ولا نادي يملك كامل مواصفات خلي ما لازم ماكو دولة ماكو دمار هذا دمار الكرة العراقية هذا يعني اللاعب المخترد ابوي ودي للنادي بالسيارة يطوب يبقى المنزع ما له لوكر ما له موجود الدريس معلق الحذاء المعلق الجنطة موجودة يروح يطوب يدخل للتمرين يلقي لك زولية الملعب على اكمل وجه الكرات موجودة الفيستات موجودة الموتريال الغراضي اللي موجودة الشواخ كلها موجودة المدرب على اعلى مستوى يخلص تمرين يرجع يلقي حمام بمي حار وبارد البرتقال موجودة التفاح موجود السوين انسان دويش مفتوح يخلص باشر تجون قبل التمرين باربعين دقيقة عدنا جيم تدخل للجيم كل الاجهزة موجودة بالعراق بالعراق كي يركب يمكن ان يضاعت الف يرجع مشي ويأكل الف ومال فلافل وروح للتمرين مين شوان يروح للتمرين في يوتيوب الف اذا ضاعت الف يرجع مشي للبيتهم يعني هذا واقع حال لاعب العراقي مسكين يعني هذا اللاعب العراقي شفتها اني لاعب العراقي مسكين حتى لو كانت موهبتها عالية شوف المغترب وان كان مساوين بالمستوى يعني بفضل مخترب لان اللاعب المخترب يفوق المضرب المحلي اللاعب المحلي بهذا الفوارق بهذا الفوارق بهذا الفوارق البسيطة اللي هي البنية التحتية وتوفير الملاعب وارضية خاصة لللاعب ما موجودة بالعراق شوف ما موجودة يعني دعني مدانطي هاي الاربع ملايين وثلاثمائة والله انا ما موجودة لنا جزر قريبين يقدرون يجاوبوك على هالسئلة وصراحة ملاعب بائسة بائسة بشكل يعني يعني ملاعب بائسة بشكل يعني اذا ما يوضعون حل للملاعب ما الدور الممتاز احنا دورينا رايح للهاوية مستوانا ضعيف جدا عندنا ملعب الحبيبية ملعب البصرة وين هن ما يلعبون بها بس للبطولات و لل استقاقات عامل بصرة وكم مباريات يصير بي والله انا احشي لك على بغداد بغداد الحبيب هاي بغداد بهاي الملاعب التاجي مع احتراماتي كل الاندية انا ما اقصد الاندية ولا اقصد الادارات الامال علاقة بها تتعلومة عن ملعب التاجي ممكن البعض هو ينتقد ملعب التاجي انت تدري ملعب التاجي هو فريق مو بالممتازة اعرف انت تدري ملعب التاجي كل يعني اغلب الاندية اليوم الفقيرة تروح بملعب التاجي تلعب والاندية الجماهيرية تيجي تلعب بهذا الملعب مقابل مردود مادي والرئيس النادي ما ياخد منهم الفلوس يعني يظل يطلبهم وما يمطون ويطنعون الناس يحشون مع العلم هاي الاندية تيجي تلعب توصل عقودها لـ 200 و 300 و 400 مليون ليش ما يبني لملعب البارحة البارحة بالبارحة وكل المحافظات كل المحافظات ملعبة بائسة يعني صور اليوم يعني اربع عندي يا جماهيرية ما تملك ملعب يعني اكو هيت شيء اكو هيت شيء هي هاي هي هذا نتحدث بيه زين اربع عندي يا جماهيرية بحجم الزوراء والشرطة والجوية والطلبة ما حدها ملعب للتدريب استاذ خالد للتدريب فعلا ملعب مفروض ملعب للتدريب وملعب مع المباراة الرسمية هو هذا اللي احنا نقوله هسا ملعبين ملعب واحد سو لكم ملعبين ملعب نظامي ملعب من تلعب الكرة تروعة